السلام عليكم أحبائي الطلبة معكم المعلمة دعاء الكردي من رضة وأكاديمية العزيز النموذجية في الصلط اليوم يا أحبائي سنأخذ من مادة اللغة العربية للصف الثالث حصة قواعد وهي عن الفعل المضارع المجزوم لنبدأ يا أحبائي بالفعل المضارع كما أخذنا في السابق هو فعل يحدث الآن أو أنه سيحدث في المستقبل الفعل المضارع هو فعل يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل مثل يلعبوا يرسمون تركضين وأناموا هؤلاء جميعا أفعال مضارعة الأصل في الفعل المضارع هو أن يكون مرفوعا بالضمة الأصل في الفعل المضارع هو أن يكون مرفوع بالضمة كما ترون يا أحبائي فهي حركته الأصلية وكما قلنا أيضا أن حروف الفعل المضارع تجتمع في كلمة نأتي أي يبدأ الفعل المضارع بأحد الحروف التالية وهي الأ والنون واليا والتا أيضا الفعل المضارع يقبل حرف السين في أوله أي يدل على أنه سيحدث في المستقبل مثل سيسافروا سأناموا سيرسمون جميعا هذه الأفعال ستحدث في المستقبل عند إضافة السين لها أيضا انظروا إلى هذه الصورة هذه أفعال مضارعة يخلطوا يصنعوا ينقلوا يلتقي جميعها أفعال مضارعة مرفوعة بالضمة الآن يا أحبائي درسنا لهذا اليوم وهي الفعل المضارع المجزو فهناك أدوات لجزم الفعل المضارع وهي لم ولا الناهية ولا من الأمر لم ولا الناهية ولا من الأمر القاعدة ماذا تقول لنا قاعدة فعل المضارع المجزوم أن الفعل المضارع يجزم إذا سبق بأحد حروف الجزم وهي علامة السكون إذن الفعل المضارع يجزم إذا سبق أحد حروف الجزم وعلامة جزمه تكون السكون حروف الجزم اللي أخذناها قبل قليل ولكن ضفولها لما لما وهي تفيد النفي ويتوقع حصوله في المستقبل لم تفيد النفي أي أنك لم تقم بالفعل مثلا لم تكتب لم تدرس لم تنجح أما لأنه يتفيد النهي مثلا لا تلعب بالنار لا تقطع الشارع نهي والأخيرة هي لام الأمر تفيد الأمر لتجلس مثلا الآن لنأخذ أمثلة أول مثال لم يتعلم حسن كثيرا من الأمور الفعل المضارع في هذه الجملة هو يتعلم الفعل المضارع هو يتعلم وانظروا جيدا يا أحبائي الفعل المضارع هنا ليس مرفوع بالضمة ولكن عليه سكون لأنه سبقه حرف جزم وهي اللم فهنا اللم حرف الجزم الفعل المضارع جزمنا بإيش؟ علامة جزمه السكون علامة جزمه السكون في المثال الثاني لتحترم أباك وأمك وهي اللام هون لام الأمر أنا بأمورك إنك تحترم أباك وأمك لتحترم أباك وأمك لام الأمر الفعل المضارع إذا سبقه حرف جزم كما قلنا سابقا جزم بالسكون وتحترم هون لتحترم عفوا تحترم هون هي الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون في المثال الثالث لا تكذب في قولك وهون بنهاك أنا عن الفعل الكذب لا هون لا الناهية أنا بنهاك عن الكذب فتكذب هون فعل مضارع ولكنه انتبهوا يا أحباي بأنه ليس مرفوع ولكنه مجزوم لأنه سبق لا الناهية مجزوم بالسكون مجزوم بالسكون علامة جزمه السكون إذن الخلاصة بأن الفعل المضارع عندما يجزم نعربه فعل مضارع مجزوم بلا أو لم كما أخذنا وهي أحد حروف الجزم وعلامة جزمه السكون تكون علامة جزمه السكون مثل لم يكتب علي الشرح لم حرف جزم يكتب عليها سكون فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وأخيرا يا أحبائي واجبكم لهذا اليوم أعرب ما يلي إعرابا تاما لا تلعب بالشارع أعرب لي لا وأعرب تلعب في المثال الثاني لم يدرس ما زن اليوم لم أعرب لي ياها ويدرس أيضا قم بإعرابها هذا الواجب يا أحبائي وجميع الشرح أرجو منكم أن تكتبوه على دفتر القواعد وتحلوا الواجب وتبعثوه على الخاص ودمتم دائما بخير أراك في القمة في أكاديمية العزيز ترجمة نانسي قنقر